ودي فيها استخدام تطبيقات نأمن بها موقع الويب وبعد الانتهاء من تأمين الموقع يجب ان احنا بنعمل اختبار امان للموقع وده بنسميه Pintration Testing وفيه نوعين اثنين من الابليكيشن عندي النوع منهم اسمه OpenVos والنوع التاني اسمه NetSparker النوع الاولاني الOpenVos ده وده Open Source Application يعني تطبيق مفتوح المصدر وده بنستخدمه علشان تجنب كتابة كود عبر الموقع النوع التاني عندي اللي هو النوع OpenVos ويعتبر من الOpen Source Program ويستخدم لاختبار امان الموقع الNetSparker وده جيد جدا لاختبار Injection and XSS وده لتجنب كتابة كود عبر الموقع نسيججج من الوابس وده بإنشاء صفحة تسجيل مستخدم جديد بعنوان RIC.PHP ونحفظ بياناتهم في قاعدة البيانات Number two, confirming the login to allow the insertion and changing and deleting the process by creating science in PHP اللي هي ضرورة تسجيل الدخول للوجن عشان نسمح بعمليات إدخال أو تعديل أو حسف أو delete وده بإنشاء صفحة تسجيل دخول Number three, incorporating any user password اللي هي تشفير كلمة الباسورد بتاعتي الخاصة بأي user حيستخدمه بعد كده, second subject, creating registration page اللي هو إنشاء صفحة تسجيل مستخدم جديد إيه هي procedures to discuss it and starts with creating new user RIC.PHP يعني إيه هي إجراءات إنشاء صفحة تسجيل مستخدم جديد اسمه RIC.PHP أول خطوة عندي, firstly, creating new user table called users in the database dictionary, it contains the following fields يعني هنعمل جدوى الجديد باسمي اليوزر في قاعدة البيانات اللي هي database dictionary بيتحتوي على الفلدس القاتين أول الفلدس فيهم اللي هو النام والفلد الثاني اسمه type والفلد الثالث اسمه length value والفلد الثالث الاخير index